الاول عن الزمالك التاني عن المنتخب قلت بداية الموسم ان الزمالك بيضم اضعف سكواد في الدوري في بداية الموسم اضعف سكواد في التمنتاشر ولا اضعف سكواد في الاندية اللي بتنافس على اللقب لا في اللي بينافسه اه اللي بينافس يعني انت النادي الزمالك في ان انت بتلعب ان انت نادي الزمالك او انت النادي الاهلي او انت النادي الاسماعيلي فانت لازم يكون عندك السكواد بتاعك اللي يخليك تنافس اللي يخليك تبقى بطل كواد الزمالك اللي بدأ بالموسم اللي بدأ بالموسم طبعا لا فيه دفوهات كتير فتح القيد وضم لعبين عشرة اتحسن ولا لسه على وضعك بيتحسن بصورة كبيرة عندي على الاقل وسط الملعب اتحسن بشكل كويس احمد حمد ده من ولادي من موليد 98 حاجة محترمة من ولادك فين؟ منتخب 98 98 هو من نشين الاهلي صح مظبوط مظبوط فحاجة جميلة مستقبل كويس جدا لما ياخد فرسته هتشوف حاجة كويسة جدا ناصر ماهر حاجة كويسة طبعا عبدالله السعيد خبرات في وجود خبرات دي تضيف ولا خبرات فيه ناس بتاخدها بجانب سلبي سن كبير واحنا مش عايزين والله بص أنا هل حدتك على حاجة هو السنة اللي فاتت دي اللي حادثة اللي فاتت بيلعب وهو محافظ على نفسه وعنده بيقدر يلعب التسعين دي فأنا بعتبره إضافة حتى لو ما كانتش إضافة بدنية فهو إضافة فنية إضافة فنية كبيرة معاش كبالة حاجة أوباما أوباما اللي مهدور حقه في النادي الزمالك ومشواخد حقه مهدور حقه طبعا أوباما لعب كبير جدا ولعب حاجة محترمة محتاج أنه هو ياخد وضعه أحسن من كده ومحتاج هو نفسه يبقى عنده إصرار شوية في ظل الشكل الحالي لقائمة الزمالك هل الزمالك قادر على أن يتوق بالكونفدرالية السندي؟ إن شاء الله إن شاء الله أنا متفائل بالمحلية دي 50-50 50-50 بس البداية اللي ضيعت البناط كتير هتأثر معها شوية لكن أنا متفائل بالسكوادي اللي موجود دلوقتي بنادي الزمالك يعني أعتقد مع جميز أعتقد أن العجلة هتمشي والانسجام هيبدأ ييجي لما يحصل انسجام واللعبة دي يتوقف على رجليها ويقربوا من بعد أعتقد أنها يبقى فيه حاجة كويسة وأنا دايما قدت اللبس هي رقم واحد عندي في النجاحات السنة اللي خدنا فيها الدوري مرتين بناشئين قدت اللبس كانت ممسوكة متماسكة ده دور اللعابة الكبار زي أشكبالا وعبدالله السعيد وأوباما وطبعا ربنا يشفي طبعا عبدالشافي حاجة جميلة يعني الزمالك عند الدخلية ثم الأهلي في نائكس مصر تشكلتك المقترحة للزمالك قدام الأهلي في النهائي وده سؤال الأخير يعني